المرأة تختلف عن الرجل من كل النواحي جسديا وعاطفيا ونفسيا وأسباب هذا الاختلاف عديدة بعضها بيولوجي وبعضها نفسي وبعضها عادات وتقاليد مجتمعات مختلفة وفي مواضعنا نحاول أن نكشف لكم كل هذه الاختلافات حتى لا يجهل كلا من الطرفين الكثير عن الآخر وفيما يلي سنعرض عشر معلومات غريبة لا يعرفها جل الرجل عن المرأة واحد تهم المرأة كثيرا بأنها كثيرة الكلام لكن لم يعد هذا مجرد تيهام إذ تؤكد الدراسات الأخيرة أن المعدل العام للمرأة هو عشرين ألف كلمة في اليوم أكثر من الرجل بثلاثة عشر ألف كلمة اثنان النساء عموما يكذبن أقل من الرجل بحيث تشير الأبحاث أن المرأة تكذب بمعدل ثلاث مرات في اليوم بينما الرجل يكذب ضعف ذلك يوميا ثلاثة معدل الرغبة الجنسية عند النساء يرتفع خلال فصل الصيف أكثر من أي فصل آخر بالسنة والسبب مرتبط بالروائح الخاصة لهذا الفصل أربعة خلاف لما هو شائع أن الرجل مستعد للأخيان أكثر من المرأة فإن هناك استطلاع للرأي أكد بأن حوالي 70% من النساء مستعدات للأخيان إذا كن متأكدات 100% أنه لن يتم اكتشاف أمرهن خمسة ثمانية وتسعين في المئة من النساء لا يمكن لهم الوجود في مكان عام دون حمل شيئا في أيديهن لذلك يلجأنا في العادة الحقائب اليد أو الهواتف أو المفاتيح في اليدان فارغتان في مكان عام تجعلان المرأة تشعر بضياع ستة المرأة ثتق كليا في أي شخص يحتضنها لأكثر من خمسة عشر ثانية لذلك يعتمد بعض الرجال احتضان المرأة بدلا من الكلام سبعة وأفضل فترة للمرأة فيما يخص الجنس هي بعد تجاوزها للصن الأربعين ففي تلك المرحلة العمرية تختبر معظم النساء النشوة سريعا وأكثر حدة ثمانية خمسة وعشرين في المئة فقط من النساء يختبر النشواتهن خلال الفعل الجنسي لكن بالمقابل خمسة وسبعين في المئة يختبرنا النشوة من خلال المداعبة فقط تسعة النساء الطويلات القامة معرضات للإصابة بالسرطان بمعدل الضعف عن النساء امتوسطات الطول أو قصيرات القامة عشرة في المعدل العام المرأة تفكر بمظهرها تسعة مرات في اليوم ورغم ذلك في دراسة غرب تبين أن اثنان في المئة فقط من نساء العالم يلصفن أنفسهن بالجميلات ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التالية سابوسكرايب لايك كومنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر